اشتركوا في القناة من خلال وجهة نظر المعارضة في شخص سيع بلادي توتي عضو مجلس مقاطعة مولارشيد سيع بلادي مرحبا شكرا عمدة مديان الداربدة اتأكد انها قامت بمجموعة من الجوالات في مقاطعة الداربدة من اجل استماع للمبادات المنتخبين ومعرفة المشاكل المقاطعات التي تخبطوا في هذه المقاطعة ولكن لاحظنا ان من شاش المقاطعة مولارشيد وعمدة مديان الداربدة عارف المشاكل المقاطعة ولا داعي لزيارة ديالها ولا ما كناش ارادة سياسية من اجل تغيير الاوضاع داخل هذه المقاطعة اولا تنشكر هذا المنبر الاعلامي اللي صراحة من المنابر اللي كنحتارم بالنسبة للسؤال ديالك كتعرف ان المجلس كيتكون واحد اعداد الاعضاء وكين المكتب المصير اللي هو فيده جميع القرارات وكين واحد اعداد الاعضاء اللي كيتسمى في المعارضة احنا كنا في واحد المدة ديال اكتر من سنة كنحاولو نكونو نلغيو هذا الاسم هذا لانه في الدورة الاولى كانت تذكر انه نكونو يد واحدة من اجل صنع التاريخ لانه منيغنقول صنع التاريخ لانه هاد المنطقة اصبحت منطقة سوداء مشيغي في التاربدة وانما على الصعيد الوطني ولكن صراحة بعد واحد سنة ديال اللي غنسميهنا في الفراغ تسيري لانه ما بانتش حاجة على ارض الواقع وبمعنى احنا كنقوا اعداء وفي نفس الوقت ساكنة لانها بزاف الناس تكون عندها العضوية ولكن كتس تكون في منطقة اخرى دونك ما كتعانيش ما يعانيه الساكنة بالنسبة للزيارة ديال السيدة العمدة كنا كنت نتعذرها تحنبش لاننا احنا ممتلين الساكنة العمدة ستستمع لجميع الاعضاء لان كل واحد غد يقدم له المشاكل ديال منطقة واذا بيناها كنت تفاجأوا ان في عوضة يتنقل عند المقاطعة كسائر المقاطعات كنت تفاجأوا ان المجلس او اعضاء المكتب المسير هما اللي يتنقلوا عندنا اذا هذا السؤال صراحة خاص يجوب عليه المكتب المسير وصراحة كانت تشوش بانك الحالي ان الفرصة الموتية من اجل اقلاع المقاطعة لان عمدة مدينة الداربيدة تنتمي الى تجمل وطن الاحراض تجمل وطن الاحراض يروح التحالف مع حزب استقلال اوربام عندهم التحالف على مستوى مدينة الداربيدة على مستوى الجهة على مستوى الحكومة يعني تقدر مقاطعة مدينة الداربيدة تستفد من هذا التحالف خاصة ان توجد على رئيس المقاطعة ايضا تنتمي التحالف فعلا هو كنا عرفوا ان الرئيس مجلس مقاطعة مدينة الداربيد هو من الحزب اللي يدخل في التحالف توليتي هنا اصار والمعثار بالنسبة الى هنا هي فرصة فعلا فرصة من اجل جلب المشاريع احنا كنتوفروا على واحد الميزانية اللي كتوفرها يعني كتوفر على المجلس كنا نزيدوا بالاضافة لهذا التدبير يكون تدبير معقلا وتدبير بواحد البرنامج واضح اللي غدي يوفر الحاجيات دي الساكينة من بنية احتياة من اينارة عمومية اللي في المستوى اللي كتواكب العصر رحتل المحافظة البيئة لانها كنشوفوا ان اغلب الانارة اللي بقى كترجع للسانوات اللي كنا بمقاطعة مرشيد هادشي اذا توفرت الانارة ولكن مش مقاطعة مرشيد ما عنداش لترافع على داخل المجلس ولا داخل الجهة ولا داخل هنا كي تطرح السؤال لان كما قلت لك احنا كنا نكونوا محظوظين لان اللي كيشكلوا المجلس يعني الاغلبية دي المكتب رأى انهما اعضاء في مجلس المدينة ولكن انا اللي غندي نقولك صراحة باش نكونوا نسميوا الامر بمسميتها مجلس يعني موليرشيد غير محظوظة بتوفر على سياسي اللي عندهم يعني ذاك الرغبة القوية باش ترافع وتصنع الحادث وتغير ما يمكنه تغيره لانه تشي حاجة مش مستحيل لانه كينا الامكانيات كنتشوفوا ليش شفنا غير متلا مقاطعة المجاورة يعني مقاطعة سيدية اثمان كنتشوفوا الزيارات المتعددة دي العمدة من اجل خلق مشاريع بالاضافة الميزاني لكينا الميزاني لكينا نعطيه على سبيل المقارنة المقاطعة المجاورة ليش غدين ذكرها لانها هي اقرب مقاطعة وعدنا نفس المساحة الجغرافية ونفس عدد الساكينة والهشاشرة تقريباً غير هي كي بدأت سيداعتما بدأت تختلف ومع العلم أن مولاي رشيد كي توفر على الحيث الصناعي رجع المنطقة الصناعية نجي بدو نفتح القوس العمدة جات من أجل مشاريع كبرى في المقاطعة سيداعتما اللي ليس ليش ماشي نفس الشيء لا توجد مشاريع إذن هنا كيفان أن الترافع للمنطقة ضعيف والذي يريد أن يترافع للمنطقة الرئيس زائد المكتب وإذا كنتم كمعارضة يعني لا تريد أن تقدموا مقترحات ومقترحة عن مشاريع تتضغطوا أو تتفرجوا فيهم لا لا يمكن جميع الطرق التي أعطينا واحد السنة هذه المعارضة ليست من أجل المزيدات ولكن وكي نتبدو أن نكون معارضة مهادينة داخل المجلس وكي نشوفه في الدورات ممكن شهدك القرحة في التدخلات ممكن شهدك الملفات التي تطرحوا على مستوى هاو الملفة هنتخدم عليها السيد الرئيس أنا تنقول لك نحن باقي موصلنا للمستوى لكي نترافعوا مشاريع الكبرى نحن المشاريع الكبرى نحن نترافعوا غير الأولويات غير المسائل البسيطة ما زال ما توفرت ربما هذه الطريقة ربما ضعف المرضود ولكن المعارضة بالعكس المعارضة ننعت أننا معارضة من أجل المزيدات وفهمت وتعرضنا الحرب بالوكالة وتعرضنا بثاف المضايقات كانت تهديد تهديدات ربما كانت شيء موصل لكم شو إنما كانت تهديدات لدرجة القتل هذا الدليل أن المعارضة شكل شهدتكم؟ الناس لي لدينا مكالمات مجهولة وقد تتكلم عنها أنكم تدروا المزيدات وأنكم لا تقلوش تدخل في هذه الأمور بالعكس المعارضة قايمة بالدور ديلا أكثر من لازم وربما عدد الأعضاء التي كنت من المعارضة مقارنة مع أي مجلس فعدد أعضاء المعارضة هو أحد الأعضاء كبير هذا الدليل أننا تابتين من أجل الصالح العام ليس من أجل أي مغارض شخصي ولكن للأسف تبتلمون أعرشيد بأحد الأعضاء واحد السياسيين اللي بزاف منهم يقلب على باش يلغتناء عن طريق السياسة وهذا ما يمكنش نسمحه به لدرجة أو بعد المرات واضح يعني بالوضوح خلال دورة المجلسة عن المقاطعات يبدأ بأن الرئيس ما تدده بغي تعاون بغي من خلال الخطاب يعني ما عندوش مشكل أنه ينفتع المعارضة ما عندوش مشكل أنه لا كان شي ملفات فالشك أنه تفتح داخل هذه المقاطعة يعني كيف تشوف هذا الخطاب دير الرئيس هو الخطاب كما شفتي ربما أنا بالضبط أنا اللي كنت ترتدي النقطة أنه ذكرت أن نحن أمام واحد الخطاب ودي واحد الخطاب دير المفتاح ولكن الواقع الواقع ماشي نفس الشي الواقع هو أنه نحن ما بغي نش نوجه لتها مباشرة للرئيس أنه هو السبب لأن الرئيس على اللسان ديره تذكر أن النواب دير الرئيس موجودين وأنهم يمارسوا الصلاحية التامة ديرهم في إطاع في داخل القانون التنظيمي دير الجماعات أنهم تفوضات ديرهم اللي عندهم كي مارسوا الصلاحية التامة هناك تطرح أنه إذن النواب دير الرئيس ما كيقوموش بالدور ديرهم لأنها جاءت على اللسان ديره وهو يكون شي واضح في المحاضر دير الجماعات وأيضا في في المنابر الإعلامية الرئيس دائما لحد الساعة عنده الخطاب دير المدليد ولكن في الواقع أنا سنقولك أقل أقل دير الحاجيات اللي إحنا كأعضاء اللي نورمانو إحنا في السيء يعني في المكتب في المجلس المقاطعة كي ينشي أمور بسيطة كتمنع لأنك تعرف طريقة ديال الطريقة الواحدة من أجل يعني إسكات المعارضة هي يعني كي تسمى له بلوكاج لأي شخص أي حاجة بغيتها لا لأنك تقولوا هذه الطريقة ديالك باش نمحيوك مثلا من المنطقة ونمحيوك سياسين وهذا صراحة باقي بحالة المسائل اللي عندها علاقة بالناس وبالعلاقة بالسياسة القرب خصوصة من المحيات السياسية اللي الأهم والمصلحة للاسف في مقاطعة مولارشيد ما زال هذا المستوى ديال باش كونوا واضحين من المستوى ديال تصير سياسي كنشوفوا مقاطعة مجاورة كل شي كيدوس بالأغلبية وهذا دليل أنه كنت تناغم لأنه الرئيس اللي كيختار السياسة اللي بغي يعمل وش بغي يمد ليد الأعضاء لأنه هذا داخل في الأخلاقية سياسية وفي الخيطة بطي يقولك أنا ما ديالي ولكن الواقع ما كانش هذا الشي رأيك في المداخلات المكونات المعارضة من جميع مختلف الأحزاب اللي قال اللي قال حتى الكار اللي قال اللي قال يعني تل الموته تتمرس في السياسة وهذا الشي ما كان دانش رأيك يجي من فراء لهذا واقع ولا تنأكده البعض يقول بأن كانت فرصة تسميمته تهيئة تعمل رشيد هي فرصة من أجل إقلاع جديد لهذا المقاطعة ولكن لم تتم استغلال الفرصة تعمل فعلا كان عرفوا أن تصميم التهيئة يأتي مرة في عشر سنوات وكنا نقولوا نحن محظوظين أننا تزامنا الفترة دينا أو للولوج دينا للعمل السياسي مع تصميم التهيئة وكان عرفوا باختصار أن تصميم التهيئة يرهن المستقبل العمراني أو المرافق العمومي دي المنطقة لمدة عشر سنوات كان عرفوا أن مقاطعة موهرشيد هي واحد مقاطعة التي كنت عرفوا بكتافة السكانية وغياب المرافق العمومي لدرجة أن حتى الأطفال عندنا مشكلة في التمدرس وكأننا جماعة قروية الأطفال لا يتعلم التلاميذ لا يتعلم المقاعد المدرسية نظر لا يكون المدارس دي القرب يعني سياسة القرب الطفل صغير يجب أن يكون مدرسة قريبية للأسف مقاطعة موهرشيد تم استنزاف الأراضي ديالها في السياسف على مرة السنين كانوا بكل سراحة لديوا بياد ديال العقار ليستفدوا من استفدوا من واحد المتيازات وستفدوا أنه ما كناش إرادة سياسية ديال المصيري لأنه كي يسهل بعض الأمور وهاتشيرة واضحة واضحة يعني كانت الأولوية للساكن وصارت خوفة كان عرفو أن الساكن الساكن يعني الساكنة كانت تزاد ولكن انت ديجا كان في غياب ديال المرافق العمومي مواقباتوش المرافق العمومي مواقباتوش إذا قلنا راجل لتسميم تهيئك إن شاء الله هذي نصنع التالي وإذا بينك تلقوا أعضاء كنرجعوا لها أعضاء من اللي هما في الأصل الخصومي يترافعوا للساكنة باش تكون مرافق العمومية لأنه كنعرفوا الحل اللي كتترجع لي الوكالة الحضرية أنها كتمشي النزع الملكية وهذه الكلمة كلمة نزع الملكية راح ترى صاحب جلالة أذكرها في خطاباتك قانون لأن هذا قانون ما عندناش الحل عندك واحد الأرض أنت ما كتستعملها شو باغيها تطلع في التامان باش تبني فيها نحيد هالك ونخلصك نعتك حقاك ولكن من أجل ماذا؟ ما شيء من أجل المصلحة المصلحة العامة أجل المصلحة العامة لقينا أن أعداء يترافعوا مع ساحب الأرض وكالقرار الأخير الأول الأخير ما عندش مقاطعة في الاتجاه عند الوكالة الحضرية والمجلس المدينة هو صادق على هذه القضية تعديل تعالت من تهيئة لا سمح لي لأن حين راكي كنت صويت في المجلس المقاطعة لأن المجلس المقاطعة اللي غي يقول راني محتاج الوكالة الحضرية قال ترى المنطقة محتاجة لأن الوكالة الحضرية اللي قدرت تخطيط عندها عدد الساكن وعندها المرافق اللي متحتاج وكل مجلس كما نقوله هو اللي يترافع لأنه هنا أعضاء اللي في نفس الوقت وما أعضاء في مجلس المدينة يعني غي يترافعوا لا رخصنا هذيك الأرض يعني محتاج الله في الأرض وقع العكس مقاطعة وقع أننا ولينا بحل لا كنساهموا أننا غدين نزعوا الملكية ولكن كانت شي أمر بين قوسين لا داعي للذكر دياله ضيعنا علينا فرصة من غير المشكلة هناك كثيرة تشعب أن تصميم تهيئة كان يكون فرصة تقلعا بالشكل آخر السؤال أشني المشاريع اللي ستحتاجها مقاطعة موليرشيد بشكل آخر مقاطعة موليرشيد مقاطعة موليرشيد كانت تحتاج المستشفى لأنه محتاجين مستشفى لأنه محتاجين مستشفى يعني اللي عنده المعايير اللي كتستهلة من طاقة موليرشيد كان غياب ديال المدارس كما قلت لك كان الاقتضاد وتسبب في الهدر المدراسي بزيفة الأطفال وتسبب لأنه أسر معوزة كتضطر أنها تمشي للقطاع الخاص المدارس الخاصة رغم أنها محتاجة شوية شركة كيزيد في الإجرام لأنه إنسان يكتر يسرق لكتعرف الولادة هم الأولى والدراسة هي بداية المستقبل الأجيال الساعدة اللي في مقاطعة موليرشيد في الإجرام والإجرام رات عنده مسببات منها الهدر المدرسي عندنا غياب ديال قاعة مغطات في المستوى اللي فيها مختلف الرياضات لأننا في مقاطعة موليرشيد في واحد منبر صحفي اللي يذكره واحد صحفي قال لك كان هدروا مع الجامعة الملاكية ولا شي في الفيفا لأن الخطاب كان هدروا على كرة القادم بواحد المستوى على أساس حنا مبقيناش مجلس قال لنا شي أكاديمي ديال كرة القادم لأن هدر المجال كان عارفوه أنه مجال للسرزاق وهو مجال السرزاق ديال البعد في عوض ترافع على المقاطعة وعلى المشاريع الكبرى وديال اللي كانوا الناس كتحت وعود انتخابية في الأخير قال لنا كانترافع على كرة القادم وصراحة مزيلا كرة القادم على شنو المشكلة شباب كرة القادم لأنه كان مجموعة من الشباب يعني يريد لأننا فتحتوا المسألة على كرة القادم كرة القادم ما تقول ليش هي الأولوية الكبرى ديال المقاطعة ما تقول ليش هو هو النقاش اللي طاغي على المنطقة إلا بغيت مثلا البعض يقول لك إلا بغيت نديره واحد الهوية لدى مقاطعة مولانا رشيد على مستوى السنة والكرة هي دوية كرة القادم بتقول لي مقاطعة مولانا رشيد معروفة بكثرة الملاعب الإقبال الكبير على مبارسة كرة القادم بالنسبة للمقاطعة المقاطعة مولانا رشيد المجلس السابق اللي كان برئاسة ديال حزب العدالة كانت الأولوية الكبرى ديالهم هي الكرة القادم مع العلم أن للأسف دوك الملاعب كان يحدث ما يحدث فيها الكيراء والمسائل والتشيراء عارفة نصف كانت المقاطعة تم توفير عدد كبير ديال الملاعب إحنا المقاطعة مش الدور ديالنا هو التقطير ديال الكرة القادم مؤثرين هالدور كيلعبوه جمعيات ديال المجتمع المدني أما الفضاءات موجودين للأسف هالفضاءات يعودت أن يبدأتك تستعمل في السياسة من أجل تكسب الأصوات ومن أجل تكسب المال مثلاً كان نعرفو أن من ذكرت هذه القادية الملعب الكبير ديال مولانا رشيد لأننا كان نعرفو أن مقاطعة مولانا رشيد أيضاً محدودة بالإضافة الحيث الصناعي اللي ربما نرجعو لي هتا هو كان ملعب كبير بمواصفات كبيرة هاد الملعب تم الاستنزاف دياله في واحد تناقض من الخطاب ديال اللي كيسيره الرياضة أننا نحافظو عليه هو معلامة وإذا بيه ولا مفتوح الفرق دي القسم الوطني الأول هاد الفرق القسم الوطني الأول عندها ملعب دياله وعندها ميزانيات وش كتعرف أنه أقول لت واحد الفرق في قسم الوطني الأول ساكن في الملعب ماذا قلت فارق؟ هو ملعب حد السوالم هاد شي رأى واضح فارق حد السوالم والله كيقوم بتدريبة دياله بدون قطاع والله هاد شي كيدر بالملعب هم يلعبوا وحنا نخسره المجلس دي هاد شي اللي غاد يرفع بالمجلس المقاطعة ان لنا الملعب تتطرقه منطرف ابناء منايرشيد سيستتغل منطرف ب courtss amoش ب إن وجاديميها في مستوى كبير مثل مجاديمية محمد السادس ولكن كانت ميزانية كبيرة �를 تعطي الجامعة الملكية وكينتامي لواحد الجهة أخرى بعيدة علينا وكينتنزف لنا في الملعب وهذا الشيء اتصلوا بي جمعيات أنه ولا هذا الفريق كينتسبب لهم في البرمج ولا هو ما البرمجة برمجة الأوقات ولا ماشي السكان المنطقة والجمعية المنطقة والتي هي كتتماشة مع ذاك الفريق نحن نخص حلقة للموليرشيد وده رجعوا المنطقة الصناعية باش نختموه هناك من يقول بأن المقاطعة الموليرشيد لا تستفيد من منطقة الصناعية وش تارك مع ذاك رأيك صراحة هذا ما نقدرش نجاوب عليه وإنما فعلا أني كنت توفر على واحد الحي صناعي إذا كانت واحد العائدات اقتصادية كبيرة ربما هذا شيء يساهم شوية في سد واحد الباب ديال يعني الشغل ولكن فعلا خاص هذا الحي الصناعي خاصنا يكون جماعة التربية خاصة تاخد بعيدا الاعتبار أن الموليرشيد هي واحد للمقاطعة كتساهم في العائدات دي الجماعة التربية وهذا شيء خاصوه تاخد بعيدا الاعتبار دياله باش نرجعوا اللي يقولنا يكونوا واحد مشاريع كبرى ليقدروا لأن هذا الاسم ديال هذا الموليرشيد خاصنا نساهمه نحيده علي ذاك الفكرة هذي الإجرام والشوماج والبؤس والحفر يعني الحتيلة الملك العمومي وهذا عودتاني من الفخير وش تتعرف أن الحتيلة فهذه الحملة اللي كانت ديال تحري الملك العمومي مقاطعة موليرشيد لم توفر للسلطة أي آلية باش تقوم بالطورة كنا نشوفوا شيء في المنابر الإعلامية أن السلطة غادة بيدون يعني كشنو غدي يديرو شيء غدي يحيدو هادشي بيدهم وشفنا أن مشكورين واحد برجالة السلطة كانو خدموا بيدهم ما هو السبب يعني في جميع النوقات يعني يجب إعادة إعادة التفكير وإعادة الحسابات فهذا الشي اللي توقع في موليرشيد ما عرفش ربما خاص دخل واحد الجهات كبرى يعني علية في هذا الأمر لأن ما يمكننش نزيد ونضيعه واحد الولاية أخرى في الفراغ لأن هادشي تيزيد كي يرخصخ واحد التقافة ديال البؤس وديال الاكتئاب وديال يعني رأيكي مش تيراه أكبر عدد ومعدلات الانتحار كانت مرتفعة السنة اللي فاتت في صفوف الشباب ورجعت لديك العدد الهجرة السرية مقاطعة موليرشيد سعب لدي مقاطعة موليرشيد تستحق أكثر من الحلقة شكرا جزيلا على قبل الدعوة شكرا جزيلا على قبل الدعوة شكرا جزيلا على قبل الدعوة متتبعي قناة الفاس فرات إلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله برنامج كدا سيتي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة